انا برحب بك محمود فؤاد عايز اسألك انت كحد بيولوجست ما هي اهمية التنوع البيولوجي وتأثيره على البيئة والانسان التنوع البيولوجي ببساطة جديدة جدا احنا بنقول عليه دايما هو اصل الحياة التنوع البيولوجي هو جميع اصناف الحياة اللي موجودة على الارض سواء كان لباتات او ايوانات او بكتيريا او حشرات او اي حاجة لحد ما نوصل للتنوع الجيني كمان ده داخل فيه التنوع البيولوجي او التنوع الاحيالي بتتجمع الحاجات دي كلها مع بعض مع مجموعة من العوامل الطبيعية والعوامل الغير حية عشان تكون النظم البيئية كده برضو بالبلدي بيقولوا عليها البابل او البابل بتاعة الحياة الفقاعة اللي بيعيش فيها مجموعة من النباتات والحيوانات وممكن كائنات حياة تانية بتتعامل وتتفاعل مع حاجات غير حياة زي الرياح والهوى والمية احنا حياتنا كلها ايما عن نظم البيئية مثلا النظم البيئية اللي احنا بنتعامل معها دايما شعاب المرجنية او الكور الريفز السي جراس او الحشاشة البحرية الجبال الغباد فالنظم البيئية دي انت لو جيت بسيط على الخدمات والسلع اللي هي بتقدمها للانسان حتلاقيها لا حصرة لها تقليل الانبعاثات من خدمات المباشرة زي الاسماك مثلا على سبيل المثال بتقدم خدمة رئيبة جدا ان هي غير انها بفيها سمك ملون وبيعتمد عليها السياحة وبتيجي الناس تتفرج عليها وكلام ده كله الشعاب المرجنية بتعتبر كحاجز للاموات او مصادات الاموات بيقلل او بيمنع قصار النحو على الشاطئ وفيه مثال بسيط جدا لو جيت بسيط على البحر المتوسط وكلنا عاديين اسكندرية والجزء بتاع البحر المتوسط ومصادات الاموات اللي هي بتتعمل في المناطق دي وفي الساحل الشمالي مثلا عشان يقللوا عمليات النحر في الشواطئ الشعاب المرجنية بافر عليه كل الفلوس والمجهود ده بتعمل وظيفة زي البلوكات اللي هي موجودة بندفع فيها مليارات علشان تتعمل بتقلل عملية النحر اللي بتأثر على الشواطئ ايه هي العوامل اللي بتهدد التنوع البيولوجي وبتسبب انقراض الكائنات يعني هي ممكن تنقسم منلي لحكتين عوامل طبيعية ودي ما يجبقى ما اوي زي تغير المناخ على سبيل المثال تغير المناخ الطبيعي مش تغير المناخ الناتج على نشطة البشرية لا دورة تغير المناخ الطبيعية دي برضو ممكن تأثر على التنوع البيولوجي وفيه بقى المشكلة الكبيرة اللي كلنا بنعاني منها اللي هو باختصار شديد اللي بيأثر على التنوع البيولوجي هو الانسان التلاوس للاستخدام المفرد او تجميع الجائر او الصد الجائر تدمير البيئات بتاعة الكائنات اللي هي بتعيش فيها يعني هو تدمير المواقع اللي بينطج عنه يعني الكائنات الحية عموما بتتحرك فانت لما بتيجي بتعمل انشطة بشرية غير مدروسة وغير معمولة حساب الكائنات الحية اللي موجودة دي بتفول دون الحركة بتاعة الكائنات دي وبالتالي بتسبب مع الوقت ان انت انها تندسر او تتأثر بشكل كبير زي ما قلت الاستخدام المفرد سواء كان استخدام سياحي مثلا زي الحاجات اللي بتحصل اللي هي الماستوريزم في البحوة الأحمر وجنوب سيناء التنمية العمرانية الضخمة جدا التلوث اللي يسموه المريل لترز دلوقتي مشكلة كبيرة جدا الانماع الغريبة والغريبة اللي هي المشكلة رغيبة جدا خاصة بالتنوع الباليجي لان لما بيجيب كائن من مكان بيعيش في بيئة معينة ويروح مكان تاني بزروح مختلفة ومختلفة ده بيسبب ان الكائن ده يحصل له بلومين ممكن يحصل له بلومين زي المسأل الشعير والمعروف بتاع برد النيل ان ادخل مصر بهدف الزينة او بغرض الزينة بقى بكده بقى يسد المجاري والمهارات المائية سمكة اللي هي البخرة فيش او بيسموها سمكة الغراط اللي هي سمكة البحر الأحمر انت بتشوفها في البحر الأحمر بشكلها لطيف جدا ده تبقى قد يعني خمسة سنتي في خمسة سنتي او حاجة زي كده اخر مرة شوفناها في عزبة البرج الصيادين مطلعينها حوالي اتناشر كيلو السمكة بتقطع الشبك وطبعا سمكة السمكة غير مرهوب فيها ومحظور تداولها لانها بتسبب الوفاة لوجود غدة فيها سمك بتالي الأنواع غير مرهوبة زي برضو من الأنواع من المخاطر الشديدة جدا على التنوع البغليشي هل عندنا أنواع متبررة في مصر او قاربة على الانقراض يعني؟ فيه انواع كتير فيه حاجة سمها للتحادث الدولي نصون الطبيعة عن القائمة يسموها القائمة الحمراء الريد لست الريد لست دي قائمة بتضم حالة الأنواع الموجودة في كل دولة بتحدد مستوى الخطر اللي بتتعرض له فيه مجموعة من الأصنيف يعني فيه مهدد بشكل بسيط ومهدد ومعرض للخطر وفيه مهدد بالانقراض وفيه اكستاندف بقى في الاخر اللي هو مقارض يعني الفكرة ان احنا بضو علشان نقدر نقول ان فيه كائن انقراض او مهدد بالانقراض دي عملية ما هيش سهلة برضو لكن نقدر نقول ان معظم حالة معظم التنوع البغليشي فعلة الخطر اللي انا كنت عايز اقوله ان انت علشان تقدر تحدد حالة الأنواع بشكل دقيق لازم بتعتمد على داتا بتعتمد على برامج راس طويلة الامد ومعلومات مسجلة كتير عشان تقدر توصل لترينت معين وتقول ان ده موجود بشكل قليل او كانت اعداده مثلا كبيرة وبدأ التقل لكن اللي احنا الامثلة الواضحة والمعروفة طبقا للعاجات المسجلة عندنا التيتل او الكبش القروي والغزال وطبعا جميع الساديات البحرية بكل انواعها مهددة بخطر المقراض زي جميع انواع الدولفنز والويلز المسجلة في البحر الحمر او فقط بوصل ما هي الاستراتيجيات المستخدمة للحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من فقدانه احد الاستراتيجيات الاساسية اللي تعتمد عليها الدول كلها اعلان المحمية الطبيعية اعلان المحمية الطبيعية هي احد على فكرة هو اعلان برضو عشان النوتة دي تبقى واضحة للناس ليس الهدف ابدا اعلان المحمية الطبيعية يعني المحمية اعلان المحمية الطبيعية مواش هدف وهو وسيلة للحفاظ على التنوع البيولوجي الهدف بيبقى الحفاظ على التنوع البيولوجي الهدف ده الدول الكتير وصعب جدا انها اتحققوا فبدأ ان يصدر طول جديد للحماية يسموه الـ OECM المناطق الاخرى الفعالة والقائمة على اهداف الصوت اكتر الدول اللي بتعاني من تهديد للتنوع البيولوجي هي الدول النمية اكتر من الدول المتقدمة ويبقى مفهوم طبعا ان التوجه بتاع الدول دي هو التوجه التنموي من الدرجة الاولى ودايما التنمية ما بتبقاش مدروسة بشكل كترية عشان تكون مسترامة وما تقصفش على الموارد وعلى الطاقة الاستيعابية بتاعتها ظهر المفهوم الجديد دوت اللي هو قالك خلاص انت مش لازم تعالينها محمية طبيعية ولكن تقدر تشوف اماكن قريدي بتخضع انواع من الحماية انواع من الحماية وتبتدي ان انت تخط عليها بتفرض عليها نوع من الـ او افضل الممارسات زي ايه يعني مثلا المنصات بتاعت البترول اللي في البحر منصات البترول اللي في البحر جيه من الاماكن اللي هي ممنوع ان حتى يestensعجي جنبها وممنوع ان حتى يقرر وممنوع ان مراكب الرجل سوق تخش خطاءها في الاماكن اللي فيها برينب بترول او منصات بترول الفكرة دايما الاماكن اللي بقى فيها منصات بترول بيبقى فيها انواع مهمة جدا من الكائنات البحرية فالك ده مكان بيخضع ولغة النوع معين من الحماية مش بغرض استخراج البترول لكن اه اه هو في الاخر بيبقى اماكن بشكل ما. فخلاص بيغافينهم من التنسيق ما بين الجهات المعنية زي مسلا انزارة البيئة وما بين الشركات اللي هي في منصات البترول دي. ويتقال لهم على افضل الممارسات ان هم ياخدوا بالهم منها. المثال ثاني مسلا اه الاماكن اللي هي بتاعة الاسرار. في اماكن بيبقى ليها اه اه مناطق خاصة بالاسرار. وبنفس الوقت بيكون فيها تنوع بالجي عالي. بتبتدي برضو ان تتنسعلمون. اماكن واقعة تحت حماية او تحت اه منقية اه سكان محاليين زي البتر. يعني مسلا في اراضي خاصة بالبتر وفي قلب الجبل مسلا في سينة. اه زرعينها بياخدوا منها محاصيل اللي هي النباتات طبية وحاجات زي كده. فتيجي تقول له خلاص المنطقة دي تحت رعايتك وتحت ملكيتك. ولكن خد بالك اه تجمع النباتات الطبية بالشكل الكلاني وتعمل اه الممارسات الكلانية بالشكل الكلاني بحيث انه هو اه اه تحسن من حالة التنوع البرجي عنده ويتحافظ عليه. كيف يمكن للتنوع البيولوجي ان يساعد في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على الاستدامة البيئية? في دراسة عملت بتقول ان ان خفض معدلات ازالة الغابات للنص لحد سنة عشرين تلاتين. يعني لحد سنة عشرين تلاتين. الازالة الغابات اللي بتخسر بشكل مستمر لو او اتخفضت خمسين في المية. يعني قللنا ان احنا نزيل الغابات بنسبة خمسين في المية حفة عشرين تلاتين. ده هيقلل من خفض الانبعاثات بتاعة الغازات الدفيئة العالمية بمعدل من خمسة لسبعة طن من غاز ثاني لنسيط الكربون في السنة الواحدة. فبالتالي انت يعني هتتجنم اه ضرر اه ناجم عن التغير المناخي بقيمة اكتر من سبعة تريليون دولار. الشعب المرجانية بتقدم خدمة رهيبة جدا ان هي حضرتك عشان تجابة تغير المناخ. اه اه في منطقة زي السحل الشمالي. اه بتدفع في الكيلو الواحد انا مش متأكد من الرقم يعني بس بس اكتر من خمستاشر عشرين مليون جنيه عشان تعمل كيلو واحد من البلوكات عشان يقلل النحر بتاع الشواطئ بتاعك الناتج عن تغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر. الشعب المرجانية بتقدم لك داخل فيه. ما بتدفعش فيه حاجة. فبالتالي الطبعا بيأثر بشكل كبير جدا بمجابة التغيرات المناخية وتقليل المخاطر بتاعتها. هل بتلتزم مصر باتفاقية مونتريال لحماية التنوع البيولوجي? هي فيه مجموعة كبيرة من الاتفاقات اللي هي علاقة بالتنوع البلوجي والمصر الموقع عليها وملتزمة بيها زي اتفاقية بتاعت الاتفاقية ودي اكبر اتفاقية خاصة بيصون التنوع البلوجي على مصطلها العالم ودي فيها مية اتنين وتسعين دولة مصر طبعا عضوا فيهم. اتفاقية السي ام اس اللي هي بتاعة الانواع البرية المهاجرة. اتفاقية ايوها للطيور المائية. كل اللي ما اقوله ده مصر موقع عليه. اه مستازمة بمنود الاتفاقية بتاعتها. اه اتفاقية رمصار للاراضي الرطبة. اه اتفاقية الاكوبامس اللي اه اه ثون وحماية الكوتيات. الحيتان والدرافيل. اتفاقية بون للطيور المهاجرة. بارشلونة كونفينشن للبحر المتوصد. وطبعا اه زي ما خداك عارف ان اي اتفاقية دولية او اقليمية وهانس ما وقعت عليها وبقيت راتفايل بقت اه 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 زي القانون المحلي اي اه. ما هو التأثير البيئي والاقتصادي. لفقدان التنوع البييولوجي على المستوى العالمي. يعني خلينا الاول اقول لك مثال صغير اه على المستوى الوطني قبل ما نطلع على المستوى المحلي. اه كلنا عارفين ان ان التنمية في مدينة زي مدينة الغرداء كان بدلي شوية قبل ما نوصل للمباعات الكونزربيشن والمجهودات بتاعة كماية توصول التنوع البييولوجي. فيمكن المجهودات دي وصلت شوية متأخر. حتى قانون البيئة يعني نوصل الاخر شوية. كان بدأت التنمية توصل الغرداء ويحصل فيها تنمية بشكل كبير. يعني احد الاخصيات بتقول ان المنطقة زي مدينة الغرداء بس تم تدمير مسطقات اه شعاب مرجنية اللي هي عمليات الردم اللي حصلت. اه اه حوالي خمس تلاف وتلتمية كيلو متر مراقع. اه تم تقدير القيمة المادية الانضرار دي بحوالي اه من متين وخمسة لالف وتمنمية مليون دولار امريكي. طيب ده اثر ازاي بقى? اثر بانه هو قلل الانتاجية البحرية بما يعادل الف ورمائية طن من المعكولات البحرية والسي فود عموما يعني. مثالتين حشائش البحرية او السي جراس اللي موجود في البحر احمر في منطقة زي الغرداءة. تم ازالة حوالي تسعتاشر او عشرين كيلو متر مربع من السي جراس اللي موجود في منطقة الغرداءة. اه كانت بتقدم خدمات بيئية قيمتها حوالي واحد وخمسين مليون دولار في السنة. انا عايزين لوصلوا ان ان الارقام دي بتقول ان يا جماعة احنا التدمير بتاع التنوع البلجي ده. اه الموضوع اجبر اصبح من رفاهية ان احنا بنتكلم عن شخص على البيئة والبيئة دي حاجة حلوة لا. الموضوع دلوقتي بيمسينا بشكل شخصي ورئيسي في موضوع اه حتى الرفاهية بتاعت الانسان يعني. انت 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 الرفاهية بتاعت الانسان دي انت لو مش عايش كويس والسلع والخدمات اللي انت بتحصل عليها بتحصلش عليها بشكل كويس. فده بيهدد الرفاهية بتاعتك. والبعد الاجبر بقى لما رفاهيتك هتتهدد بيش بس الجزء المالي. ده انت كمان الجزء الاجتماعي بيحصل فيه خلل كبير جدا. الموضوع الاقتصادي يعني بتاع التناوع البلجي ده ما بقاش بسيط ابدا ولازم كدنا نبصله بشكل كبير. معروف ان تبقى لاخر اعقام خاصة بالفاو بطول ان مصايد الاسماك العالمية بتحقق ربح دلوقتي اقل بمقدار خمسين مليار دولار سنويا. وده نتيجة الانخفاض في المخزون السمكي وتأثر التناوع البلجي بشكل كبير جدا. جنا بصينا على الشعاب المرجانية على مستوى العالم كله. لو لو حسبت مساحة البفاو والمحيطات الموجودة في العالم كله. مساحة الشعب المرجانية بتمثل منها حوالي اتنين في المية فقط. اتنين في المية بمساحة البحار كلها بيبقى فيها اه شعاب مرجانية. اه الاتنين في المية صغيرين اللي هم نتكلم عليهم دول فيهم حوالي تلاتة مليون نوع من الجائنات القياة. يعتمد عليهم اكتر من تلاتين مليون شخص في الشريط الساحلية بس. وده يخلينا برضو نقول تاني ان ان المناطق الساحلية هي مناطق فرجايل جدا ودينامي جدا. اه فبالتالي وبيعتمد عليها او سمو للحياة بتاعة البني ادمين. يعني انت حتى لو يتخدت صورة عمر صناعي بالليل لأي منطقة الساحلية. هتلاقي ورا المنطقة الساحلية دي الدنيا ضلمة وهتلاقي دور كله دايما بيبقى حوالي المنطقة الساحلية للشريط اللي هو الخمسة عشرة كيلو دورك. وبعد كده بتبتدي تقل العمران وبتدي تقل تنشطة الاتصادية او اي حاجة. بدأت دلوقتي الناس تتموا الوعي يزيد شوية موضوعات البيئة والتنوع البلجي. وبدأ يبقى في اه اه ارتفاع اللي هو بيسموها بشكل كبير. اه بدأت الناس تتم بشكل كبير. يعني تبقى الاخر برضو العصائيات على مستوى العالمي ان حصل ارتفاع بمقدار خمسة مليار دولار في السنة. اه في مبيعات المأكلات والاطعمة والحاجات اللي هي او اللي بيسموها الخضراء يعني. وعلى فكرة دي مش بس اكل وشرب. احنا بنتكلم على الايكوتوريزم. الايكوتوريزم دي تعتبر من السياحة عموما هي يعني هي حتى الاقتصاد بيعتبروها اه منتج تصديم. انت دلوقتي عندك مزار سياحي او عندك بتعمل عليه سياحة بتجيب ناس من برة تدفع بالعملة اللي انت محتاجها وبالتالي انت بتصدر كأنك بتصدر اه منتج. بس بالنسبة للمجتمعات المحلية ده هيفيدهم او اه ازاي ده هينعكس على اه المجتمعات المحلية. الايكوتوريزم او منشاطة السياحة اللي بيها عموما هي 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 مزيتها الكبيرة جدا مش بقى ان انت بس بتدخل عملة وان انت بتعمل نمو اقتصادي وكلام ده. البعد الاكبر يعني يعني احد اهداف السياحة عموما هي نوع من السياحة. اه ان انت بتنقل يعني المفروض ان الهدف بتاعك تنمية السياحة تنمية السياحية عموما ان لما بيجي لك حد اه يعمل السياحة في المكان بتاعك ان هو يمشي من عندك واخد ومتعلم حاجة. اه نقلت له معلومة. اه اديت له توعية بحاجة معينة بالكالتشر بتاعك بالثقافة اللي موجودة بالرسورس اللي موجودة واهميتك. فاهمية الايكوتوريزم او المادي اللي هو اكبر من السياحة اللي هي بيسموها التراديشنل السياحة الهدفية. او التقليدية. حقا ان انت باستدامة للموارد بتاعتك. يعني بيبقاش فيه او ماس توريزم لان انت رم ما بتيجي تعمل بيتبقى حاسب الكارين كباستي بتاع الريسورس بتاعتك. وبالتالي بالديزاين الممط بتاع السياحة اللي انت تطبقه. فبالتالي انت ما بيبقاش فيه عندك ما بيبقاش فيه اه اه جهل بالريسورس دوت زي ما بيحصل دلوقتي. اللي جاي بيبقى جاي عارف هو يشوف ايه وعايز يتعلم ايه. الحاجة التالتة وده اللي ههم ان انت بتشرك السكان المحليين اللي في المنطقة فيه انشطة السياحة بهاية غير. لان معظم انشطة السياحة البيتبقى موجودة في اماكن فيها اه او اللي احنا بنسميهم من سكان المحليين او الاصليين. ودول بيبقى عندهم مخزون رئيب جدا من السقافة سواء كان في الاكل والشربة او في اللبس او في العداد او في التقاليد او حتى بمعرفتهم بالمنطقة دي وده اللي الناس بتبقى جاي عايزة بتتفرج عليه. الجميل هنا ان ان السياحة التقليدية لما بتيجي على على مجتمعات محلية زي دي بتأثر على السقافة بتاعتها. الحين ان السياحة البيقية العكس هو اللي بيحصل. ان الكميونيتي هو اللي بيفرض السقافة بتاعته وبيحاول ان هو يتمسج بيها اكتر. لان اللي جاي جاي عايزة يشوفه بالمنظر ده. مش جاي عايزة يشوفه بها متغيط. يعني جاي عايزة يشوفه بالزي بتاعه البدوي بالثقافة بتاعته. يأكل الاكل اللي هو بيعمله. مش يدخل يلاقي الوجبات الغربية والنبس العادي. لا هو جاي عايزة يشوفه بالكالشر بتاعه بالشكل بتاعه في المكان بتاعه. ما هي الطرق الحديثة المستخدمة لمرأبة التنوع البيولوجي وتقييم؟ حاجات كتير جدا يعني فيه مثلا الراصل بالبرونز بالطيارات اللي هي بدون طيار. ده ده احد التونز الحديثة المهمة جدا جدا جدا. آآ اللي نتمنى ان هي تبقى ليها وليها مجال في بلدنا ان احنا نقدر نستخدمها. يعني ليها كلمية تطبيقات رهيبة جدا في ان انت تعرف حالة التنوع البيولوجي او ترصد الجائنات الحية سواء كان على البحر او على الطاب. طبعا التطبيقات بتاعة او النظم المعلمات الجغرافية. برضو دي بتستخدم في غصب المريماملز او الساديات البحرية. ودي بتبقى بارة عن كابلز بتنزل المية بتبقى دي اتنها تسجل بتاعة الدولفنز والويلز. لان زي احنا عاملين الدولفنز والويلز بيكوميونيكات مع بعض بالصوت يعني. مش بالرهن. فبالتالي هما بيستخدموا الصوت بتاعهم في التواصل مع بعض. فاحب الطربة لرصد الانسادات البحرية هي تسجيل والويلز. وكل وكل نوع من الدولفنز والويلز. ليه آآ خاصة بزي زي البصمة كده. كل طريقة من الرصد لها آآ التطبيقات بتاعتها. يعني 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 مسلا لا يغني عن مسلا انت تكون بتعمل على الارض وان ان انت تكون بتشوف. فبالتالي على حسن انت عايز تعمل ايه? آآ وعايز آآ ترصد ايه بالضبط وترصده وتطلع منه نتائج ايه? فبالتالي بتقدر تحدد الطريقة اللي هتستخدمها. النانو تكنولوجي والدي ايه? وان انت تقدر آآ تعرف بتاع الانواع ديات. وحاليا انا اعرف ان آآ حسن معلوماتي ان في مشروع تلوقتي بيكون بيوزارة البيئة. رصد التنوع البالجي آآ عن طريق استخدام الدي ايه والبايو تكنولوجي. آآ ايه هي التحديات اللي بتواجه جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي في البلدان النامية? التحديات كتير. بس هو هو يعني لو حبينا ان احنا نخصر اهم الفحديات. طبعا آآ مش عايز اقول هلة الوعي بس يعني محبش اقول اولا يا حتة هلة الوعي. بس خلينا نقول عدم المعرفة او عدم المعرفة الكافية باهمية التنوع البيولوجي. مية المحافظة عليه لنا كلنا. الاطار المؤسسي والقانوني واحد الاجئات المهمة جدا علشان تقدر تحقق او الصوم بتاعك. ما انت لو ما عندكش اطار قانوني ومؤسسي. كافي. وفات مع الموارد اللي موجودة ومع حاليتها. انت عمرك ما تقدر ان انت آآ تحمي الموارد دي. احد التحديات الكبيرة هو موضوع التمويل. التمويل التنوع البيولوجي من المشكلات الكبيرة جدا. وهو متطبط على فكرة موضوع الوعي والمعرفة. ان انت لو عارف قيمة الحاجات دي حد التالي حتقدر ان انت تحط فيها وتنويلها بشكل اكبر من الوضع الالي. يعني مسلا الصد الجائر. الصد الجائر آآ يرجع للمعرفة وللوعي والقلة التمويل. فلا. فيعني هما دول يمكن التاجات الاساسية ده. في عندي سؤال بس مركب شوية وكان آآ اهتمام ناس كتير قوي بالنسبة للكلاب يعني. يعني هل تتضمن مع مشروع قانون محتمل آآ تحديد الشروط بتاعت اقتناء الكلاب. يعني هل من العدل البيئي طبعا ان انت تقتني كائنات مش من بيئتنا لو مش كلاب طبعا. طبعا. هو الكلاب ده يعني هو شاهد شوية. خلينا متفقين ان الكلاب اللي هي اللي في الشارع دي. آآ خلينا متفقين ان كلنا احنا اللي جنات. مش هي اللي جات لنا. الكلاب دي قريدي موجودة في الشارع. واحنا اللي جينا قلنا المنطقة دي هنعمل فيها مشروع سكني. ويا جماعة بعد ازنوك يا كلاب. يقول كنو انت على جنب احنا عايزين نقض هنا. وبعد ما عملنا البيوت بتاعتنا من انهم احنا مش عايزين كو عمريد. ايه ده الموضوع برقصة. محتاجي تبصلها على مستوى كبير شوية. وعلى مستوى حنون متروسة. لان انت مسلا يعني انا حتى على المستوى المكان اللي انا فيه. انا ببص دايما الاقي الموضوع الكلاب ده مرتبط دايما دايما زيادته بالمخلفات. ان انت الاماكن اللي فيها مخلفات زيادة بتلاقي فيها آآ تجمعات للكلاب بشكل كبير. آآ بينبشوا في آآ في السنة دي. السنة دي ما بتتلمش. فاهم ما يعودوا يدوروا على الحاجات اللي فيها. يعني اقصد اقول ان الموضوع محتاج يدرس بشكل متكامل. مش حتب بس ان فيه كلاب في المنطقة مضايقانة فاحنا عايزين ان احنا نخلص منها يعني الموضوع محتاج يتعرف ايه بتاعة الحاجات دي. وحتى لو انا حبيت اقلل العتب ده هقلله ازاي? وهعمل فيه ايه? آآ هل من خلال عمليات تعقيم? عندي الكباسي ده ولا لأ? مين المؤسسات والجهات اللي هي تخش بدوت مسؤولية مين? يعني يعني ويبقى في توزيع للمسؤوليات بشكل يعني مدروس. آآ ما يبقاش اكبر من انها شكوى ما بنشتقيها وخلاص يعني. اما بالنسبة للغتناء الكلاب يعني يعني احنا برضو عندنا اتكلمتك بطلق انت اي مشكلة هتدور عليها هتلاقيها بترجع تاني للثلاث حاجات اللي انا بطلق عليهم من اطار المساسي والقانوني والتمويل والوعي. يعني يعني انا بعتبر هم دول اكبر مشكلات لان برضو انت معندكش اطار قانوني آآ اه احنا عاقين ان بقى في لازم ترخيص لغتناء الكلاب والكلام ده. لكن تقدر تقول ان تسعة سعين في الماء ده ما لا يطبق. هي الفكرة ان انا مش هحط تشريعه بس. انا هحط تشريع مع الضمان موجود آلية لتنفيذ التشريع ده. ولو انا هحط تشريع ومش قادر نرفزه الاخضر ما انا محطوش. لو احنا مثلا بنشوف نمازج على سوشال ميديا مثلا الناس بيقتنوا انواع ما هيش. آآ ملأمة مع آآ طبيعات نحنا كانسان يعني. يعني يعني هل يستطيع الانسان تعايش مع كائن غير اليف زي الاسد او الزواحف. اه. 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 حتى في تجارب نجحت بالفعل يعني. خلينا خلينا متفقين ان ان الوايلد لايف هي هي اسمها وايلد لايف يعني. يعني هي الوايلد ما كانها وايلد. يعني يعني حتى اللي عايز يقتني حاجة في البيت يعني بتبهبت يعني الحاجات اللي هي اه وراسيا معروفة ان هي كائنات اه للاقتناع يعني زي انواع الكلاب المعروفة. لكن اي حاجة بتعيش الوايلد اصلا على فكرة. انا احد الاتفاقية اللي نسيت اقول لك عليها اتفاقية سايتس. اتفاقية سايتس دي اتفاقية بتحرم وتجرم الاتجار في الانواع البرية. يعني حضرتك لو بتقتني اسد او بتشتريه او بتبيع او آآ ده محرم دولية. يعني يعني. يعني. وعلى فكرة يعقب 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 القانون لان هو الاتفاقية دي تسري محل التشريعات الوطنية. وعشان كده دايما بتلاقي ان وزارة البيئة بتعمل حملات ضخمة على اسواء زي اسواء السيدة عيشة والاماكن ازاي دي. لان بيبقى فيها نسانيس وفيها زواحف. ده كله محرم صيده واقتناءه والاتجار دي. يعني الاتفاقية واضحة جدا على فكرة. حتى قانون البيئة او قانون المحميات بيمنع الاتجار في الحياة البريبة. بشكل واضح. يعني هل رأينا في مصر انواع لم تكن موجودة من قبل يعني او انواع اه اختفت? هو لا هي ما وصلتش نحن نشوف انواع ما كانتش موجودة بس على السبيل المثال ممكن بنلاحز تغيرات في السلوك. بنلاحز تغيرات في مسارات الهيدر. بدأنا نشوف ان تعرف ان الطيور المهاجرة مصر احد الممرات او اماكن الطيور اللي بتيجي من شمال اوروبا تنزل لافريقيا وترجع تلك الموسيبين بتوع الربيع والخريب. ليها روت وليها مصار بتمشي فيه. بدأنا نشوف ان بيحصل في المسارات دي. وبدأنا نشوف اماكن بتظهر فيها الطيور دي بشكل اكبر من قبل كده او بعدات اقل او يعني. المهم ان خريطة التوزيع دي بدأت انها تختلف بشكل كبير يعني. نفس الكلام في الحاجات البحرية يعني. يعني بدأنا برضو ان احنا اه مسلا في الفانتازة البحر الاحمر بدأنا نشوف الدولفنز بشكل اكبر. والحقيقة في في نظريات كتير للموضوع ده وات باحدها. العلاقة اللي ما بين القروش وما بين الدولفنز. ان كل ما القروش قلت كل ما الدولفنز زادت يعني. فبدأنا ان احنا يعني نرصب برضو بعض الهاجات بس يعني خلينا اقول لك برضو اللي احنا بنقوله ده كله برضو بتبقى نوع من الافتراضات البناء على الحاجات العلمية اللي احنا نعرفها. فليه انا مسلا في بقوع الطيور ده اجزب ان حصل في مسارات الهجرة. لان في بيانات كبيرة بترصد هيدرة الطيور في مصر من كزا سنة. وثبت الكلام ده. اه لكن مسلا حاجة زي دولفنز هل احنا متأكدين ان هو بسبب القروش ولا لا? ده مش متأكدين منه مية في المية. هو واضح ان فيه اه تغير كبير بيحصل. فيه برضو دراسات حصلت بتعملت بتقول ان الشعاب المرجانية اللي موجودة في مصر عندها قدرة كبيرة جدا على التكيف اه على التغيرات المناخية وتغير درجة الحرارة. بعكس اه الشعاب المرجانية اللي موجودة في اماكن تانية على مستوى العالم. احد الفيديوهات بتقول ان الشعاب المرجانية اللي موجودة في مصر هتبقى هي اخر شعاب مرجانية موجودة بعد التغيرات الكبيرة اللي بتحصل في التغير المناخ على مدار السنين الجايه. عم فيه تأثير كبير على التنوع البلج من تغير المناخ والاختلافات او التغيرات في السلوك اللي رصدتوها بالنسبة للماملس في البحر او والاروش هل ده بسبب التغير المناخ وده شيء اكيد يعني موضوع الاروش ما نظرش نجزم انه بسبب التغير المناخ بس في نظريات كتير في موضوع الاروش السلوك بتاع الانسان الانسان يتعود انه ينزل يأكله وبالتالي القرش يتعود على ان في حد يأكله في نظريات بتقول ان في مراكب اللي هي بتيجي من جنوب البحر احمر والدول اللي في الجنوب اللي هي بتنقل ماشية بينفق منها مشاية فابتنيها في البحر التلوث القرش دي بيبقى لها اماكن تحصل فيها على الغزاء بتاعها مع ندرة الغزاء تيجي التلوث والصيد الجائل بتبديد ان هي تطور على اماكن تانية تحصل منها على الغزاء بتاعها الانشطة البحرية الجديدة المستعددة على البحر احمر زي الحاجات اللي هي بتاعها الجيت سكيز والبانانا بوت والحاجات دي دي برضو بتسبب نوع من الإصارة والتحفيز عند الكائنات دي تغيير المناخ هو أحد الأسباب طبعاً اللي ليها علاقة بالقبوش محمود أنا بشكرك جداً 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 مهم قوي إن احنا نسمع لأرى الخبراء بالذات في المجال دا لأنه زي ما قلت إن الوعي ده أحد أركان تغيير وجهة النظر والخبرة وشغلك وإذا كان فيه سلوك إنساني غلط فيه البيئة دا المفروض إن احنا ننتبه ليه ونغيره كأحد المكونات اللي ممكن بها نعمل تغيير حقيقي أنا بشكرك جداً 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 طبعاً أنا بشكرك يا محمد مرسي جداً